طيب أستاذ شرقاوي قبل البطولة كنت متوقع ان المنتخب هيتأهل المباراة النهائية وهيتأهل للأولمبياد ولا كنت من الشوية اللي قال عليهه أستاذ جمال فاقد الأمل وفاقد كل شيء قبل البطولة لان عددهم كان قبل البطولة محدش يخليهم يتعقع انهم ممكن يحققوا حاجة هو قبل البطولة المنتخب ملعبش مباراة ودية قوية تقدر ان انت تحكم على او تقدر تقول ده احنا فرقة كويسة او فرقة وحشة في مؤشر فكان لازم تستنى البطولة بس احنا كان معنا منتخبات قوية فعلا وحاجة تحسب لمنتخب الأولمبي ان هو يوصل للمباراة النهائية فظل وجود منتخب قوي جدا زي منتخب مالي احنا كسبناها 1-0 في المجموعة معنا لما لعبنا ولعبنا جيم قوي جدا قدام منتخب قوي زي منتخب مالي المغرب في الدور قبل النهائي كسبت مالي بالعافية ضربات البركلات الترجيح فده يبينلك قد ايه منتخب مالي اللي انت تخطيطه ده منتخب قوي منتخب غينيا اللي انت لعبت في الدور قبل النهائي عمل مفاجآت في التصفيات يعني فيه منتخبات عريقه أساس جمال زي منتخب نيجيريا منتخب كودوفار منتخب الجزائر منتخبات كبيرة خرجت من التصفيات المؤهلة للنهائيات بسبب المتوقع فانا كنت متوقع ان هيبقى فيه صعوبة بالنسبة لي المنتخب مصر خاصة بعد ماتش النيجير لا ماتش النيجير ما كانش مقياس لان انت قبلك في ماتش النيجير سوء حظ غير يعني ما يتقررش الكورة كلها كنت بتنشن في القائمة العرضة يعني بالذات ابراهيم عادل واسماء فيصل يعني تقريبا انت كنت متعاقد مع القائمة العرضة بتوع النيجير وماتش سهل يعني ماتش لو اتكرر مليون مرة مستحيل من نجة نظر انه هو يقلس تعادل بين منتخب مصر ومنتخب النيجير لازم مصر تكسب النيجير بدليل ان انت الماتش اللي بعديه اللي كان فيه ضغوط نفسية عليك اللي هو ماتش مالي انت كسبته يعني ده دليل ان فيه تجهيز نفسي للعيبة بشكل كويس فيه مدير فني كويس اللي هو ميكيالي بيعرف يدير الماتشات ويطلع منها بالشكل اللي انت عايزه انت لعبت اربع مباريات تلاتة في المجموعة واحدة في الدور قبل النهاية وخرجت كلينشيت بطولة اعلنت عن عدد من النجوم الجدد لمستقبل للكورة المصرية يعني حمزة علاء في حراسة المرمى في منهم اربعة تم اختيارهم في تشكيل مثالي بس يعني او ينبقى في حارس مرمى منهم حمزة علاء وعندك حسيب عبد ميجيد وعندك وستمافيصل راس حربة مميز جدا ابراهام عادل ده طبعا اعتقد ان هو نجمل بطولة رقم واحد يعني ابراهام عادل بالاداء اللي هو قدمه مع المنتخب مصري في الاربع مبارياتنا نتمنى ان هو يستمر في المباراة النهائية وابراهام عادل بيقدم اوراق اعتماده للاندية الاوروبية ان هو عندنا نجم كبير ممكن يبقى في ريحة محمد صلاح تم إضاف هذا